اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة 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 بالنتيجة اشتركوا في القناة 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 حرس الوطني بش يوضح لنا حقيقة الفيديو بش يعطينا اخر تفاصيل والاحصائيات فيما يخص الهجرة غير نظامية ألو سبا خير سيح وسام با خير وكيف تفريق العمل اللي معاكم وشيد المستمعات والمستمعين شكرا لك على التدخل معنا لو كنت وضح لنا حقيقة الفيديو اللي قاعدين يشاهدوا فيه المستمعين والمشاهدين على اي افم تي في على اساس انه الهجرة غير نظامية او الحرقة قاعدة تصير في وضح النهار في سفيقس قديم الناس لكل دون اي تدخل معنا سيد العميد العبادة عوم وبرسولات وكذا والفلايك خارجة صحة الاولاد الان ماشي لإيطاليا الهو تاو سبق حتى قبل وحكينا اللي كونوا رو حتى الحرقة واللي تراهي في النهار وسبق اللي كونوا زادة قبل كنا تلقى حرقة بركة في الليل وإلا حتى في النهار تاو واللي تبدأ انتي تشد معناها بش تعمل الانترسيبشيون تاو العبادة عزية وتبدأ حرقة وبجنب تتعدى حرقتين وخرين ولي رأيك تفى حرقات رأيك خنا نبدأوا بحين لكن بش يشوفوا حرقة بش تخرج مع الشبط وعبد المصطفين وعبد وين منتزاه رأوا هذية في نهارة جديدة هذية اعتبار اللي كونوا تم تضييق الخناق على بعض المنظمين من بعض السواحة اللي معروفة ولكسي سيبيليتين تايحة صعبة شوية ما تخليش الكراها بتمشي ومعبية بغباء وفيها برش عيب وفيها برش عالجار وإضافة تاني إلى كونوا صعوبة تنقل فهب في وسط السيارات دونت خليت بعد ما تم تضييق الخناق عليهم تحولوا إلى المنتزاه منتزاه لحزاجة ذك وثم المصطفين وهم اللي قاموا بتصوير العملية كلهم مجموعة أفارقة من جنوب الصحراء تقريبا تموا عندهم 3 أيام تم التعامل معها في وقت تقريبا خمسة أو إلا 6 أميال بحرية دوب ما تم الإبحار تم جيتنا المعلومة من طرف المصطفين اللي تصلوا بالمية وعبعة وتسعين وتم يقاف جميع المجتزين وكذلك تم التعرف على صاحب الشاحنك اللي يريتوها اللي يهبط اللي يهبط الواحدة أي جاء تم التعرف عليه وتم إدراجه بالتفتيش هذي من ناحية من ناحية أخرى اللي في جهات بعض في جبنيانة والسيطرية اللي تم تقريبا صارت جملة من المدهمات من طرف الوحدات آآ البرية اللي اتبع أخليم السفط من ناحية إضافة تاني إلى كومه في العشرة أيام هذوما يتم ضبط اثنينة واربعين مركب حديدي موجودين آآ في الجهات هذوما كانوا في وسط الديار معناها تخدموا في وسط الديار إضافة تاني إلى معنا سيد العميد وليت فم حركة متاع تصنيع متاع مراكب حديد وكذا واحدة جديدة هذي المراكب الحديدية هذي رأي هي مش جديدة معناها بدأت معناها توا كي نحكيوا عن مراكب الحديدية تقريبا رأي بدأت من عامناه والظاهرة متاحة بشوية توا ولت تجارة وحتى بعض القنوات الخاصة معناها في تونس خدموا حتى روبرتاج سواء معنا وإلا حتى وحدهم في خصوص المراكب الحديدية اللي تتصنع مراحبا برات حتى بطار في زنك واحد ويدخلوا ولينا تعرف حتى برين حتى في البحر حتى كيدخلوا تبدأ أنت يرودوا بما تدخل ويتبدأ الدخل في الماء وانت يطلعوا فقناها ربعين واحد ولينا خمسة وتتين واحد هذي كمية مية لما حالة رأي وما تماش حتى تحديث رأي لكن سيد العميد ومتبقى صعوبة التعامل معهم سيد العميد معناها تأكدنا أنت اليوم معناها يبدو تكتيك جديد نتيجة معناها التكثيف الخناق بمطرف الحرس الوطني في المواقع التقليدية بتاع الحرقة الجماعة والله يلتجوا المواقع غير متوقعة معناها المنتزة هلح زجت أمو عائلات وفي وضح النهار أنا فأحط فلوكة وبحر معناها يعني هل من المتوقع أنه تكثر لحكايات هذه حتى في بقي تشتوت هو رأي وشوف وقتش نقوله وولا تكتيك وقتش نقوله وولد ظاهرة كما اللي فيك وولد ظاهرة كانت نقبل في انتنين مرة في انتنين في جمعتين وإلا في شهر تلقى مركب حديد تاو رأي وولد لكل جوم رأي ومعناها كما قوتيك عشر رأيام 22 و40 مركب حديد تاو وولد ظاهرة تاو وولد حركية تاو وولد تماعش واقتصاد وولد فانتنين وثائب بزنس بالنسبة العملية هذه صحيح وبالنسبة تضييق الخناق على البحر وعالجيهات نقاط السوداء اللي يخرجوا منها الحراقة تم تضييق الخناق عليها التشؤوا توهدي صارتنا حاد كي تتكرر وقت نقوله ورأي بشتولي ظاهرة وبشتولي ثم حكاية فيها بالضبط يعطيك صحة واضح يعطيك صحة سيد العميد شكرا جزيلا على التوضيحات يعطيك صحة سيد حسين دين جبيبي النطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحارس الوطني كنت أكدت لنا حقيقة وجود الفيديو متاع الحراقة اللي قاعدين يحرقوا في واضح النهار قدوم المصطفين في السفاق أقر بأن الصورة صورة حقيقية بار كونتر فم حكاية أخرى أريج البارح دراجة بالقداع على مواقع التواصل الاجتماعي قال شنو في منطقة في سفاق زيادة في اللوزة تقريبا ولا في بلاسة الأهالي كريو للمواطنين الأفارقة في ظل متاع الزيتونة بخمس آلاف وكي العادة بدأو حسين وجمعتو أغذر كيفاه معناها سوق معاملة الأفارقة وغدوة تنجم تلقاها في تقرير ليوم رايتسواتش ولا أحد المنظمات الدولية بخصوص سوق معاملة الأفارقة أنتي أريج حسين أسكتكين بدأوا نتهمه فيك عندك حق الصمت فقط أحلى أحلى حلينا بحث عن تصويرها هذيك شرقينا خنوضح والمسامعين لي مش قاعدين يشاهدوا فينا علي فيم تي فيكي تغذل التصوير فيها ناس قاعدة تمشي وتجيوا فقط مجموعة من أفارقة جنوب الصحراء متكيين تحت ظل زيتونة والتصوير هذه دارت برشا بمختلف في استاتيوشنا ومكتوب عليها القاسم المشترك هنا أنه السفيقسية قاعدين يكريوا في ظل الشجر بخمس آلاف للأفارقة ولكن كنت تفرج ما فما ما يثبت أنه الشجر هذه قاعدين تكري كيف كيف هي دارت تصويرها هذي البيرح بستاتيوش كيراء ظل الشجر ولكن منذ يومين دارت على أساس أنه السفيقسية بنفس الصورة مشكورين جدا هما قاعدين يقدموا في الإعانات وقاعدين يعاونوا في الأفارقة اللي موجودين في يعني احنا جينا نثبته في التصوير رقناها تصويرها قديمة تصويرها اللي اعتمدت البارح اعتمدت البارح للحديث على قصة كيراء ظل الشجرة بخمس آلاف جينا حققنا في التصوير نلقاها تصويرها نفسها من أول الأسبوع محطوطة ضمن سلسلة متع صور كان السيد المخرج الفني كانوا فايق بالطبيعة السيد المخرج التقني المخرج الرقمي كانوا فايق نجم يعطينا سيري صور بتاع أول الأسبوع اللي هي صور محطوطة بعنوان المساعدة الأهالي لمهاجرين لأفريقيا ونشوفوا في غابات الزيتون يقدموا ليهم في الماكلة وكذا في غابات الزيتون من بين الصورة هذيك اللي تم اعتماد البارح مش يعطيه عنوان عكسي بالعكس لو قاعدين يطلبوا عليهم في خمس آلاف فرنك وكذا شكرا جزيلا عاود حط هالي عندي بربي سيد المخرج شكرا جزيلا أهلينا في العامرة على وقفتكم مع الأخوة لفارقة جنوب الصحراء الذين يعانون الأمرانيون ويزنون في غابات الزيتون في صفاقس والأحدة يعلم مصيرهم هاو مشوفوا كفاية قاعدة يطعطها الخبز كفاية تعتاها بعض المآكل كفاية تعتاها الماء كفاية تتهز معناها المآكل غديكة في نفس المكان بتاع الشجرة اللي هما موجودين تحتها اللي تم استعمالها البارح مش خرجوا خبر انو يكريولهم في البلاسة شكرا تم استعمالها حسنوا جميعهم نجيب نجيب مدام ما عندكش مجهود للتقصي انتي وتخرج تتكلم مدام ما تخرج تتكلم وتعطي حقيقة كل شيء وبالشفافية التامة وماكش واعي بطبيعة الحملة وراي حملة اختيرة برشا اللي قاعدة تعرض لها البلاد فيها الصحيح وفيها الغالط وانتي ما عندك حتى رد فعل رسمي دب رأسك حسن يقول عليك اللي يقول يقول رانا نذبحوا في الفارقة رانا نشويوا فيهم رانا عملناهم شامبرا جاز رانا قررنا انو يتم تصفيتهم لكل كده رانا تحويلهم الى سابون يقول اللي يقول مدامك انتي سيكت عايش خواه تكلم الدولة اخرج اعمل كوفيرانس دي بريس لملها وسائل الاعلام الدولية وجيب شهادات وما راه وليبنان دي برشا دي سهلة برشا نجيب مواطر قل له ها قل لي راه وضربوني عملولي كداوح فما صحيح وفما الغالط ما يفرز صحيح والغالط الا شفافية سياسة الاتصالية نجيب لأنا ولا انتي بشي بشي بش لعبات مصدر رسمي بش نعطيه لا حسين كيف كيف بوزادة الواقع هو الرسمي بريس شو الواقع الواقع هو الرسمي اللي تونس عمرها ما كانت عنصرية وتتعامل مع فرقة جنوب الصحراء بالقانون واللي ما هوش فيه وضعية قانونية قاعدة تحط فيه وتوكل فيه وتأوي فيه فهمني ولا اول حاجة ما عندكش قانون اللي يحكي لك وضعية قانونية ما عندكش قانون وعندك مشكلة كبيرة في تونس اليوم تحطوا على مهاجرين غيرين نظاميين تحطوا على طريب الوجونات حطوا على شي واضحة ولا لانه ما عندكش حتى اتار قانوني ينظم لا كيفية تعاملك لك يفيد ادراجك او ادارتك لهذا الملف ولو ما عندك شي لا عندك تعمل ممارسات لا عندك غير شوف كيفية الشيخية الفرقة شوف حطوتك كيفية الشيخ في فرانا في فغانسا بتاعكم فغانسا بتاعكم بتعملوا مهم هكا شوف هاو العقلية اللي نتخلني سمحلي في الكلمة انت عيسة لانعيشين بها انوقت لتب تحكي على بلادك وتفسر شني الاشكاليات الموجودة تلقى خطاب عرفتها بصف صوتا دغمي ماشي في شعب اوية كفغانسا هكا امريكا هكذا هكم ضد الشعب هكم ضد كذا ونحن ولاد الشعب ونحن هذي حقيقة هذي يا نجيب بتحكيش على الحقيقة هذي حقيقة 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 هذي واقع يتعلق بمستقبل البلادي. حظرها ومستقبلها. وقت اللي نبدأ نلعبه على حظرها ومستقبلها من اجل تموقعات سياسية. ولا هاكت واحدة. اربط لي بالملف. اربط لي بالملف. في ادارة ملف الهجر والمفاوضات التحاد الأوروبي. لعبنا لعبة. اعتقدناها منجئ. تحدثنا عن مخطر لفارقة جنوب الصحراء على تونس ونحن في وضع خطير ونحن في مؤامرة استهدفنا. والمؤامرة هذي من الجمهاش وحدنا وكان غلبتنا المؤامرة. راول افاقها ذو ما جايين لأوروبا. عملنا كالفزعة انو راحنا خطر خطر ايطاليا عاونتنا في الرواية هذي وسندتها وشجعتها في القداية. وجينا وقعدنا نروجه في مغالطات واي كذيب. روجنا المليون. نحكيه على مليون مهاجر غير نظامي من افريقيا جنوب الصحراء. وعباد جاحت حكيه على سبعمائة الاف وهو قابلني. وما ثمش منه. سينجيب. سينجيب. سبعمائة الاف قطي حكينا. وانت يا وعباد جات واحد وبدينا نحكيه. وما فسرناش لتوانسة مسارة بسيطة جدا. رأوا في الحركة في بتاع الوفود. كي مع المغرب عندي النفس الاشكالية. لكن المغرب عارف كيفاش تتعامل معها بطريقة خلاتها. حكينا على التوطين. وحكينا على التوطين وغير. وما حكيناش فسرناش. ما فسرناش للعباد كانوا اغلبية لفارقة جنوب الصحراء لداخلين تونس. وخاصة بطريقة غير نظامية. وهم عابري. بحكينا على تحويلات نقدية. وما فسرناش التحويلات هذي يا برهان. فما مغالطة. راي التحويلات تقداش عندك من افريقي جي من جنوب الصحراء يدرس هنا في تونس. والتحويلات هذي بتاع شنية. راوكي ترمي لارقام وترمي المعطيات وتبدأ تحاول تركب صورة. انتي صعنصري في الصورة بتاعك لانك حاولت توظف. وجود بشري بسمة معينة. واربط به بصفات سيئة. راو في بايا الرسمي. وصفناهم بالمجرمين. البعض البعض. وصفناهم بالمجرمين. عاملين محكمة واحدهم. عاملين محكمة. عاملين محكمة. مش عاملين محكمة. ها ها والشكال. انتي عندك مواطن تونسي. عمل مركز احتجاز. وخرج في الفيسبوك. هاونو موقوف. باي واجد. تجيب على هذي الاحلالات. علش ما تقولش. علش ما تقولش راعتك صح يا دولة. اللي هذو افريقيا جنوب السحراء. قاعدة تعمل فيه كبشر لسا عقبل. هاو اللي عملها كاكة هاو موقوف. واضح. اللي عملها. كي الشعب عنصري ودولة عنصري علش توقف فيه. اه. في ثانيتين ابر الريتة. اه. اللي يحكي فيه حسين. اه. اه. كيما اللي يحكي فيه بتاوزير الداخلية الليبي. كيما اللي تحكي فيه العربي بتاع عزمي بشارة. كيما البارح. مجلة بتاع بنت الغنوش. اه. نايب في الاتحاد الاوروبي. ديش بدي باسمان فرد برق قلحة سلام. قال اللي اه. اه. قيس السعيد صحة اللي تفقيه وصبية مليون اورو في كونت بتاعه على البرة. اه. وقعدة مجلة ميم اذيك بتاع بنت الغنوش. تروش فيها وكذا. وعطوا ثلاثة مواطنين. وثلاثة اعلاميين بن ظفري. وتولي الى حكاية حقيقة. معانتها اللي هنا يسعو لك كذبا. اذا ماذا يفعل حسان? تقميم الله. ماذا يفعل حسان? توهدية. الاخوة المسلمين يحبوا يردونا عنصوريين. في عظ انتي. كا عندك انت بالبلداذية وتراها. بوليسية مرأ والدة. الحرص مرأ والدة. هزينك البيبي وينقضوا في الناس. لأ. عنصوريين. يسرقوا في الفلوس. هما الفرقة بسكرية عندهم فلوس بيش يسرقوهم. مممم. تي هما جايزة يحبهم. عادة الرواية يا تكبر ربي. مش هي تقول عادة بتحويلات مالية بمليارات المليارات. ومش هي تقول عادة بفلوس. لا. رأو اخزو. يا نجيب نجيب. وانا قلت لك ما كلمرة. والله متفاهم. الوضعية الصعبة متاعك. في هذه حسنة. وضعية انك عرفتها. ماكش عارف اش قاعد تقول وتبرر ليه سلوكية. قاعد تنفي وكهو. الممارسة عنصورية تم ممارستها. ليس هناك عنصورية في تونس. نجيب نجيب نجيب. مدام ماركالك بونتو في حكاية. بحقكش قلت يا اخي عندو فلوس. وقال لك مالة تبتر ويحكو بتقول وتحويلات بعد بعد ما انو مش فلوس. مدام ماركب بونتو. خنطة فيو الضوكي ما طرح حاملين في كذي. امشي لشهر وفايت. معاتش فان مكلاه. ميك. ايميشيون ايموسيب. اثمانية وخمسين دقيقة يلا ميلفات الشاشة. شعالنا جديد داريج الحمروني في ميلفات الشاشة. في ميلفات الشاشة بيش نواصل نحكيه على الجدل حاصل بسبب المهرجانات ولكن المراهدية مش بسبب العروض ولكن بسبب تكلفة العروض ونحكيه بالضبط على الوجور متاع الفنانين. المراهد يقعد يسري تحكيه على اجر سابر بيعي لاثار برشة جدل على اساس انه سابر بالصدفة ولا مش بالصدفة المراهدية. الاجر امتاعه يكون نصف ميزانيات مهرجان بيجا وسفيقس نحكيه على مئة مليون في سفيقس وخمسة وثمانين مليون في مهرجان بيجا. اللي هي حاجة جديدة المراهدية. قاعدين نحكيه على كل فنان. مهرجان بيجا تكلم. عنا تسجيل مهرجان. في كنفيرانس مهرجان بيجا او في شخص مدير المهرجان يوضح قديش عطاول سابر الارباعي وشنو تكلفت المهرجان خلنا اسموه بعد نرجعنا. احنا تقريبا بالنسبة للميزانية متاع المؤسسة مشيت في سابر. اللي هي توا. سابر خمسة وثمانين مليون. يعني. والسناكي ما تعرفوا. الميزانية انت عزارة الثقافة في النص. وثم مهرجانات معطوهم بش. وثم مهرجانات عطتهم حاجة بسيطة بسيطة جدا جدا جدا. يعني. ولكن. نحن باساليبنا باقناعنا. بدفاعنا على الجهة. من الوزيرة وانتهابت. نعرف كيف ندخل ونحكوا معهم بصدق. ديما الصدق هو الصدق. راو. بوصلك كان الصدق معنا. حد شيء سواء الصدق. كيف ندخلها العرض هذا. البقى الفلوس. انتع البلدية. ما وقوله البلدية. بالله. في حدود انتي. وتنحي اللوجيستيك. في حدود اربعين. ولا خمسة واربعين الف. الميزانية تقريبا. في حدود مية سابعين. في حدود مية سابعين. في حدود مية سابعين. في حدود. دك. إن هذا تسجيل مدير مهرجين بيجا فيما يخص. يعني ميزانية المهرجين مية سابعين مليون. منهم خمسة وارثمانين. بشي بشي والعرض سابر البيع. اكزاكتما. اللي هو أثار برشة جدل. خاصة كي اقترنت الحكاية هذية بأجر سابر في مهرجين. سفيقس نعرف اللي سابر كل عام يعمل الحفلة في سفيقس. توقع دي تحكي يسر على أجر الفنانين. ولكن نحب نقول اللي سابر يستحق. بشي يخد في المهرجين هذية الكل. وصابر ما يتعديش سيف من غير ما يعمل حفليته في تونس. خاصة نحكيه حتى على كرتاج وحفلو. المنتظر في كرتاج. دونك يستحق. بشي يخد في المهرجين هذية الكل. وقصة الحديث على الأجور هذية اللي تواولت لموضة جديدة إيجابية وسلبية. تشوفوهم انتي مديرين المهرجانات والله وقعدين يلدفو على الحكايات. جاي بالفلان الفلان الفلاني بقداش وكيفاش وكيفاش. أنا في رأي برهان اللي هنا. خاصة مع سابر الرباعي. بشخلته الحابل بالنابل. لأنه سابر الرباعي نحبه نكره فنان. ومن المفروض مدير المهرجان ما يعطيش صبر بخدقش. لأنه يعطي في فل. يعطي في حكاية. بوش جايبين لي واحد من اللونج يغني في كرتاج. وانقرنوه بصبر ربيعه مدراك. باها بزادة. ليهني هالمهرجانات. والسنال المسألة الثقافية اللي في تونس. يلزمها تتناقش. يلزمها تتناقش. تجي انتي جيب لي واحد كان يغني في اللونج في بعض المناطق. عمره ما غنى في بلاس. وما خرجش من البلاس هذيك. جي الكرتاج تقارن فيه بصبر الرباعي. لا الاهم من ذلك. الاهم من ذلك. خلينا فنان. اه والاذواق لهنا تختلف. رغم هناك شبه جميع بخصوص صبر باعي. لكن الاهم من ذلك. انتي قد تتفعل هو قد يبشي دخل المهرجان هراء ورد بالك. يعني صبر باعي كيتعطيه انتي سبعين في سفاقس ولا مياه. بشي دخلك ميتين وثلاثمية مش شباك. كيتعطيه البيجة خمسة وثمانين. مش يدخلك ميت وثمانين. يعني عملية ربحة وفلسك مضمونة. وليهنية زادة يراه صبر يعطيك حكاية حتى ما يدخلش. كتمشي المرسل خليفة ولا الكاذي ولا الصبر ولا نطفيه مش نقف. ما واحد يعطيك فن يعطيك حكاية. مم. مش توكمة لانه الهدي زعاي مسامي الوافي جاله في الحفلة الفانية باهية. وطبع الشعب باهي. وهو تقول عليها العبد جاعت فيها مش بفهمني. على شكون تحكي. نحكي على الحفلة الاخيرة بتاع كرتاجة. شششش فيها على شكون على انا هي يا منت. ام امور تظال فتيتي. ايه شميه ما عاجبكش اللي علي جديد فيه فيه لونج فنين بتاع لونج يعدية الصعبة كلها وفيه. مش بتاع كرتاج. كرتاج كرتاج باهي رضي كرتاج. شباب شباب شباب. خلق ربي كل كرتاج. جلس كان ما خلق ربي على ذاك هو تشلك. تعي، هو المهرجين. شلق. شلق. شباب مش للنساكل. يا نجيب. طيب شباب ما 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 يستحقوش تشجيعكم مام يطلعوا الكارتاش الناب دو بشوية بشوية بالسياسة بالاهدايا بالعروس دركت كارتاش بالاهدايا هو كجمهور عبا انا هو جمهور جمهور طب حسب الوافي و الهيد زعيم قال لك مل حفلة و مل شيني حفلة مل حفلة مل حفلة لا 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 هكا تجني لا تجني لا شيء يا اخوين باهي رأيك باهي هذي رأينا هذي رأينا ما جيش انت تهب تقول سابني ربيع اخليه اشتر ميزانية المهرجان و من هكا فهمني و ليه تجيب لي واحد بتعلمش فيه مهرجان كارتاش المسألة بتاع الثقافة والمهرجانية والتقعيق والتنكميق وتجيب واحد يغني لانه يعرف ولد عمول الباش الثقافة في تونس يلزمها تصور رؤية جديدة وتصور جديد من نجموش ينمشو هكا ديما مهرجان ما تدخلوش فيه خليه شايخين بيه عد انتو ما شايخين بيه شايخين بيه شايخين بيه انا الاهنان و اللي بي مقولة تونسي شاهي رشيد في مشومك لا يجيك ما اشوم ايه والحق بتاعربي ما اللي يجيت ومريد الكلمة اشوم لانكم فهمكم الكل شي فهم ساذي سامحني في الكلام شكوونهم 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 يكوونهم شكوونهم شكوونهمش كمازلية في كرتاج اه 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 شوف عدد كشك بشك اذاك شك احبش الفن Hadadike وبدائعة ايه دافع فلوس دافع فلوس ا Давай ادفع. بديعة في كرتاج يعملها اذاك يا فالال constitute radiaya في دول اخرة يعملها في الدول اخرة مش ما بعدنا مش ما بعضنا تتاهمشو هوا هول فهم двух رامح ليه لانو الفيسبوك مござو على الفيسبوك انتبرت كنوف هالكلم ها يعيب مشكلة اول حاجة الفن ميتقيمش على الفيسبوك صديقي. اه. اه. هذي رقم واحد خلنا تفكو منصة توصل الاجتماعي تعبر عليه لتحب. ولكن لست اهلا اللي تقيم. يتقيم في رسل ربارة. يتقيم في رسل ربارة. ذاك نقود انه يكفي. اهلا لحد عني تتقاطي اكثر من. وين يتقيم? يتقيم الفن يتقيم عند المالية. عند الناس تتذوقه. انا عند جمهوره. اللي يدفع في. ويقول اللي يحب في مرجل كرتاج. اللي عملت تجني كبير على شباب يعني عباة ومهرجان كرتاج والعباد واحد. وعرفت واحدة. الرابرت به. نحكي انا على مرتضات. شبيه 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 مشكلة الخطر. كنتو خطر شكر الهدي زعيم. تهي يا شو. الهدي زي هو سامي. صنعوا رأي عملي. صنع رأي عام جزء رأي. جزء من اللعبة صنع رأي عام. كان يلوج على اعلميين. بشي صنعوا رأي عام. هيني شاكر يلوج على اعلميين. كوزوز على من يقول يحيا وضربات. عندي عندي فقط مليح. قال لي الجمهور التونسي عبي اي عرض ان كان. تقييم من الجموش نيخذه. لا والله ساعة يجي العروض على الفنانين. اما جزء سئل لك انتي. من يقيم العرض هو من حضره. بس هم مش واحد ما حضرش العرض. انتي تبخيفين احمد ساعد بثمانين الف دولار وإلا صعب ربما بوخت قديش بشيخ. شوف انا لو حبد لهذا لهذا ليسبب بسيط. انا نعتبر انه المهرجانات اليوم يلزم هيتم وضع حد لسياسة المهرجانات في تونس وهي عدد من ظرفه. لانو كتعاملت المهرجانات في تونس ومهرجان بخلاف قرطاش وقت كان عم تصور دولي بعض الحمامات كانت المهرجانات الجهوية في الولايات. الهدف خلق حركة ثقافية. الدولة كانت تصرف. عندها مش من الاجل. اليوم هك سمعت مدير مهرجان بيجي يقول لك احنا بسيف اخذينا المنحة. مهرجان لاخذيه وحتى فرنك منحة. وقت اللي انتي لهنات جيت الحياة الثقافية بعدش عليها الدولة. بعد عليها الوصاية متاع تقول وما تقولش وتعلم وتعملش. وتصبح من عندك منظمين لمهرجانات قادرين ينظموا مهرجانات كبيرة. لي مش هولحكوا فيها. مسألت الفلوس غري مسألة شكلانية لسبب بسيط. اعقدها. الفنان اللي بشاطل على الكارتاج يقدم في مادة. راو مكسب راو راو مكسب المهرجان. هو يقرر قادر. راو فم فنانين. على حفلة. حسين حسين. حسين. حسين لو راو حط في في مخك انه هذي بصمة تونسية من الستينات والسبعينات. ومكسب يزم نحافظوا عليها هذي مهرجانات. في بالك ما فهماش يبدو نقرأ رايي المهرجان السايفين. رايي توصل في كل مكان. في قراءة في مدن عباد تطلع طعبت. مشاكلها صحية. مشاكل التمويل. مشاكل حركة ثقافية وتنولي حركة ثقافية تونسية. بطبيعة العروض المقدمة. اما الثقافة تحية في تونس في السيطرة. عليش وقتات. مسرح في قرب مسرحيات كالكبار لهنا وهنا هنا تختلف معاها. حط السينمات حقيقة الدولة. الدولة كانت عادة استراتيجية بتاع ان تدفع حركة ثقافية. ما نقصيوش عليها المهرجان. ما نقصيوش عليها. لا قلتكش نقص عليها. عط النظر بما هو. انه يومك يانا الحب الحافظ على انه حركة ثقافية متطورة. تتحرك. اه. ندفع نحو شاركة شاركة بالقطاع العام والخاص. الدولة تحط مساهمة جزء. تسمح لقطاع خاص بالنظيمات. نعتذروا على الكلمة بربي نعتذروا على الكلمة اللي قالها شتيتة. تبعز 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 تبعز. اي 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 توصلنا هكا بي 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 وشاركة والله بي 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 وشاركة بالقطاع العام الخاص. يلا خلينا بيتي والاخبار ونكرروا اعتذارنا لسيد المشاهدين وتقابلوا ونقول الجماعة الاسبوع القادم باي باي.